اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثلاثة ما اهداف الاستعمار الثقافي الاستعمار كولونالزم ما اهداف الاستعمار الثقافي ما اهداف الاستعمار الثقافي ما اهداف الاستعمار الثقافي هل العربية لغة عالمية الان is Arabic an international language now so this question we start the lesson with them بأجي عصر كانت العربية لغة عالمية in which time the Arabic language was international language هل اقترضت لغات أوروبا الفاظا من اللغة العربية did European language borrow words from the Arabic ما اهداف الاستعمار الثقافي what's the goals of the culture colonialism هل العربية لغة عالمية الان that's the Arabic nowadays is international language yes بسم الله الرحمن الرحيم entonces hoy vamos a hablar de un texto que trata aquí العربية لغة عالمية entonces العربية العربية لغة عالمية como internacional y aquí hay algunas preguntas فاكير الاجاب على الاسئلة que aquí si se piensa a la respuesta a estas preguntas la primera pregunta aquí في اي عصر كأنت العربية لغة عالمية en qué en qué como en qué año en qué tiempo en hacer como más tiempo en qué tiempo كانت era العربية 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 لغة idioma عالمية como famosa la segunda هل اقترض لغة Europa que si Europa está influenzada الفاض من لغة العربية بلغة بلغة العربية que es que es l'operativa que es l'operativa l'arabia ترجمة نانسي قنقر 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 الذي ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية كانت اللغة العربية لغة عالمية في العصر العباسي الذي ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية كانت اللغة العربية لغة عالمية في العصر العباسي في العصر العباسي في العصر العباسي في انهار طبعي 300 عام يجري como en los años que conocemos son como a los mil años en esta época كانت لغة العربية entonces el idioma del árabe estaba لغة العالمية entonces estaba un idioma internacional كانت لغة العربية كانت لغة العالمية estaba un idioma internacional في الحسر العباسي en la época العباسي entonces el 130 después de la hijra después الذي ازدهرت فيها في هذه الهدارات الاسلامية 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 في هذه الهدارات في هذه الهدارات الاسلامية 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 في الهدارات الاسلامية في الهدارات الاسلامية في الهدارات الاسلامية في هذه الهدارات الاسلامية والهدارات الاسلامية والرياضة الاسلامية والرياضة الاسلامية والعلوم الاسلامية وغير ذلك أيضا ازاد отправین الدولاواعية الآثة الاسلامية استرجمة وغير ذلك من الهدارات الاسلامية التي ت frequentها وهنا في الهدارات الاسلامية في الهدارات الاسلام 5000 ، يترجمت ويليحة يترجمت في كتبه من ينانيات في غريتك في فرسيات في فيرسيات في عالفبيحة ويقضي في حيث أنهم أعيقبون خ добрارس من فيقدمون وأيضическим minerام ملاحف وَبِرِوَدِلِسُّ عِلَيْنِ الْمَا بِغَيْنِ يَمْتِينَيَنًا اجسبهاتكم وَعَيُسْهِ امتلاك في العلماءة وحبتوا للمعام المهم بالناسبة للمعام المفيدي ومخدم برضي ومقاومات ومن إحبارات التميصي وشترك وحملت اللغة العربية تلك العلوم الى أوروبا فكانت أساس الحضارة الغربية الحديثة The Arabic language carried or passed تلك العلوم these sciences to Europe وحملت اللغة العربية تلك العلوم الى أوروبا The Arabic language passed these sciences to Europe فكانت أساس الحضارة الغربية الحديثة وحملت اللغة العربية تلك العلوم الى أوروبا The Arabic language carried or passed or transported these sciences to Europe And it was the basis of modern western civilization Yes Shukran The basis, what is the mean? I didn't get to know Space 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 If we want to build any building We need the first, we use the pieces until Like the structure Yes Okay Okay Farakalawati Shukran Um, si Uh, aquí, entonces Uh, we hamlet lughato العربية Uh, 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 uh المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة ابتعدوا فيها عن دينهم وهجروا اللغة العربية الفصيحة واستعملوا اللهجات ثم جاء الاستعمار فحارب الثقافة الإسلامية واللغة العربية الفصيحة وشجع اللهجات فكانت هناك لهجة مصرية وأخرى مغربية وثالثة سورية وهكذا مرت بالعربي بعد ذلك عصور من الضعف The Arab after that passed through weakness time a weak time عصور times from the weakness مرت بالعربي بعد ذلك عصور من الضعف the Arabs the Arabs passed through eras of weakness in this period ابتعدوا فيها عن دينهم in which they moved away ابتعدوا in which they moved away from their religion ابتعدوا فيها عن دينهم in the weakness period they go away or moved away from their religion ابتعدوا فيها عن دينهم وهجروا اللغة العربية الفصيحة and they also هجروا they didn't use the Arabic standard language هجروا they didn't speak didn't use the Arabic standard language that is the Quran kareem language they 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 use with the conversation used dialects or their accent مرت بالعربي بعد ذلك عصور من الضعف Arab passed after that periods from the weakness من الضعف they moved away from their religions and they didn't use the Arabic standard Arabic language and use the dialects yes 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 بالعربية y después de ese tiempo بعد راليك después de la gran época del árbol hay una época más frágil más difícil en esta época que se alejaron se han alejado los arabes de su religión, de l'islam aquí que se han alejado de su de su de su religión y como han dejado de usar el idioma del el árabil fusha como la formal el fasíhat y entonces han dejado de usar el árabil fusha el árabil formal y aquí han usado los dialectos entonces hay aquí una época como más frágil más difícil después de eso para donde la que se alejaron de su de su de su de su religión y han dejado de usar el árabil el fasíhat el árabe formal y han utilizado con los dialectos de su ويستخدم الاحجاتي المرابل العربية في الاحجاتي في الاحجاتي في الاحجاتي ويساعدتها يجب أن يتسهل من الاشترائي قافة الإسلامية after that this weakness period ثم جاء الاستعمار then colonelism came جاء الاستعمار colonelism like French Spain, Italy all these countries they come to the Arab countries ثم جاء الاستعمار then colonelism came and fought فحارب الثقافة الإسلامية they fought against Islamic culture فحارب الثقافة الإسلامية and fought against Islamic culture واللغة العربية الفصيحة and also they fought the standard Arabic language and they encouraged the dialects فشجع اللهجات and they encouraged the encouraged dialects فكانت هناك لهجة مصرية there was an Egyptian dialects لهجة مصرية وأخرى مغربية and another موروكون وثالثة سورية and a third Syrian and so ثم جاء الاستعمار after that after that the colonialism came they fought against Islamic culture and also they fought the standard Arabic language and they encouraged the dialects there was an Egyptian dialects and the other Moroccan dialects and the third and the third Syrian and so yes and then came the colonization and then he fought against Islam against the colonization against the science and the صفحة الإسلامية واللغة العربية واللغة العربية والفاسحية واللغة العربية والسolarية العربية والحيث المستمر الكلوم ويقعون مجموعة في الاسم ويقومون بشكل أكبر ويقومون بشكل أكبر ويقومون بشكل أكبر ويقومون بشكل أكبر ثمماء y después y después había como un dialecto de egiptiano y otra como un dialecto de marocí y otra de siria un dialecto de siria وحركة وكما أنشرب وأكثر وكما أنشرب يمكن أنشرب ثم أرجع ثم تصوير المترسنة في عرب تقافة في حرب لديهم لحبط للمحبط معنوط والرماء الواقع الواقع العرابي como formal y han dicho en los dialectos entonces por eso tenemos dialectos egipteano maroquí y de سيريا تفضلي ، ، ، ، ، ، ، خاكايت وضع هواكا دانكت مسري يجيبطي ولكن مذهب مرقاني والثالث سربي سيريان وفي حقايت وفيض وقد أدى هذا إلى تفروق العربية وبعد بعضهم منهم عن بعض بحيث إذا سافر العربي من بلده إلى بلد عربي آخر وجد صعوبة في الاتصال بأهل ذلك البلد إذا تحدثوا بلهجاتهم ولا يتحقق الاتصال التام بينه وبينهم إلا إذا كان الحديث باللغة العربية الفصيحة وقد أدى هذا إلى تفروق العربية وقد أدى هذا إلى تفروق العربي وقد أدى هذا إلى تفروق العربي بحيث إذا سافر العربي من بلده إلى بلد عربي آخر So that if any Arab إذا سافر العربي If an Arab travels سافر من بلده from his country وهذا another Arabic country وجد بعض الصعوبة في الاتصال بأهل ذلك البلد وجد he find difficult with communication with the people in that country all this led to the division Arab وبعد بعضهم عن بعض and there were distances between them in which if Arab travels from his country to another Arabic country he find difficult in communication with the people in that country إذا تحدثوا بلهجاتهم if they talked with their dialects إذا تحدثوا بلهجاتهم ولا يتحقق الاتصال التام بينهم enough to hear yes بأهل ذلك البلد yes شكرا وقد بأهل ذلك البلد الاتصال التام بأهل ذلك البلد 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 ينكونا ينكونا دفكولتاد و دفكولت نحن بأهل ذلك بأهل ذلك البلد ينبين وَقَدْ أَدْدَهَذَا إِلَى كَتَفَرَّقِيْ كَرَزْرُزْنِنَنَسْتِ عَرَبٍ عَرَبٍ и привело это к разрозненности арабов وَبَغْدِيْ وَبَغْدِيْ иَدْدَلِيْا بَغْدِهِمْ عَنْ بَغْدِهِمْ друг от друга بَغْدِهِمْ عَنْ بَغْدِهِمْ друг от друга بِهَيْتُ إِدَى когда سَفَرَا путешествует عَرَبِيُنْ عَرَبٍ مِنْ из بَغْدِهِمْ из страны своей или в بَغْدِهِمْ عَرَبِيِمْ в страну арабскую أَخْرَا другую وَجَدَمْ сталкивался بعد с некоторыми сложностями в связи или в контакте в بِهَحْلِ شِلُجْنِيْ ذَلِكَ بَغْدِهِمْ страны شكرا 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 إذا تحدثوا بلهجاتهم The difficult communication with the people in that country if they speak their dialects ولا يتحقق هذا ولا يتحقق الاتصال التام And the complete communication complete التام الاتصال communication And complete communication between them بينهم وبينهم Between them Isn't achieved لا يتحقق Isn't achieved If they If they Doesn't Speak The standard Arabic language إذا تحدثوا بلهجاتهم If they Talked With their dialects شكرا 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 إذا 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 تحدثوا بينهم إذا تحدثوا بينهم باللهجاتهم Então فلا تحدثوا بينهم إلا إذا كانت حديثة باللغة العربية الفاصيحة إلا إذا كانت حديثة باللغة العربية الفاصيحة مباشرة لكما يتحدث في الارابي المساعدة هل تحدث عن الارابي المساعدة؟ تفضلي؟ هذا هو حقكم لم يكن يرد ولم يدخل ولم تهدف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اختنف الامر اليوم اختنف الامر اليوم the matter is different today فضعفت اللهجات وقويت اللغة العربية الفصيحة and the standard Arabic language has been strengthened ضعفت اللهجات the dialects weakened and the standard Arabic language strengthened all that because بسبب التعليم due to the education ووسائل الاطبصال الحديثة and the modern means of communication ووسائل الاطبصال الحديثة due to education and the new or the modern communication yes شكرا اختنف الامر اليوم ahora cambiado la cosa فضعفت اللهجات y los dialects son más y وقويت اللغة العربية الفصيحة y el árabe formal es más poderoso es más sí como es más fuerte بسبب التعليم gracias a la educación ووسائل الو ووسائل الاطبصال sí ووسائل الاطبصال aquí gracias a los modos de communication y اختلا فتال انرون يوم изменилась ситуация сегодня فا بيت فا دا غفا تب اشتعال الهجات اشتعال الهجات ووا قويت اشتعال وأصبح العربيةmassية بسبب لذلك وعرف أمام avant نعم المترجم الى العربية المترجم الى العربية المترجم الى العالمية علم ثانية Arabic became a global language again, like English language, like French, Spanish and Russian. The Arabic language is one of the official languages. Always official language in the United Nations, UN. نعم 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 المترجم للقناة 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 بسر الفاتح